وفي سياق متصل تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طريعا اليوم على مستوى المندوبين دائمين للبحث التطورات التي تمس بمكانة القدس وكانت الجامعة قد حذرت من اعتزام الرئيس الأمريكي الاعتراب بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل وعد الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين الأراضي العربية المحتلة الخطوة الأمريكية تغييرا في موقف واشنطن التاريخي باعتبار القدس مدينة فلسطينية محتلة مؤكدا إدانة الجامعة العربية أي محاولة للانتقاس من السيادة الفلسطينية عليها